السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم في فيديو جديد. في رابط تطبيق بيجمع الفيديوهات بطريقة زريفة الموجود على جوجل بلي اسفل الفيديو لو حابين تنزلوه. النهاردة هنتكلم عن ازاي تعرف ال اي ام يو على ال يو ام بي تي. طبعا اللي لسه جديد في المجال ال اي ام يو. هي بورد هواوي. من الموقع. هي الارمات البوار الارمات الدور. اه فخلينا نبدأ كده مع بعض. احنا كده اه معنا اه اي ام يو اه هنبورها بورناها كده. وهناخد بس كابل الكابل اللي انا بركبه ده. واصل في الكوم او اه اه راية اه في اه بورد من زيرو. وهنلوج مع بعض. اول حاجة هعملها هعمل اد لال اي ام يو. اه طبعا الحاجة الوحيدة اللي بحدثها له هنا بسيب كل حاجة زي ما هي بس بورد نمبر هو انا موصل للوصلة في بورد ايه هل هي امون واحد ولا امون زيرو في اليو بي ايو. فطبعا انا موصلها في زيرو. في حاجة كده تمام في حاجة تانية بزبطها في حاجة اللي اسمها الاسبيشال بولين الارم فلاج. اه بعمل دي معاناها ايه? ان هو يقفل لكل الالارمات لان انا هبتدأ اعرفها منوال ما يعرف ليش هو حاجة على البورد. وهعمل اكسيكيوت. يبقى انا كده اعرفت البورد ده. حتى الليد ده بتاعتها كانت بتفلس سريع. اه دلوقتي بعد ما عرفتها واللي كان بتي شافتها ابتدت ليد بطيق. معالهاش اي الارمات لان ما فيش ولا بورد اه مفتوح. فاحنا هنجرب بس نشغل بورد واحد ونشوف ازاي البورد نفسه اه بيتفتح. الارم. الارم بورد. يبقى الارم بورد. تمام. اه طبعا كابنة زيرو. سابراك هنا اه اون اربعين سابراك اربعين. اه سلوت زيرو. البرد بقى هعرف فيه الارم ده. اه هو الارم البور بيتعرف على خمستاشر. هلاحز حاجة او اخلي بالي من حاجة ان الارمات اه في السوفت وير هنا بتبدأ من زيرو. لكن فيزيكال في الهارد وير هي بتبدأ من واحد. دي ابعتاشر هنا في السوفت وير هي خمستاشر اه فيزيكال. فانا لو هعرف على بورد خمستاشر اللي هي اربعة واشر. اخلي بالي من النقطة دي. اه السوفتش طبعا هعمله اون انا عايز اون. والارم اي دي ده هنخليه ستة خمسة زيرو تلاتة تلاتة. تمام? والبورد طيب هخليها ديجيتال بورد والالارم بولتج هخليها هاي. تمام? يبقى انا كده انا بقى هايطلب مني الاي ده. انا بقى هايطلب مني الاي دي اللي انا كتبته اه في تعريفة الالارم. في فتح البورد اللي هو كتبناها ستة خمسة زيرو تلاتة تلاتة. ده مهم ان انا اكتبه هنا. وابتدي اسمي الالارم مثلا هسميه اي سي اي سي فيليار. تمام? واعمل الدرجة بتاعته خليها ميجور او شوف زي ما انا زي ما انا عادي واخلي ميجور ميجور. والفين طيب هخليه ده ده الفين طيب ده بور. تمام? تمام. هدوس اكسكيوت. طبعا انا كده طبعا الصورة بعيدة شوية فدلوقت هي الارم الكلمة الارم او نورة احمر. لان كده البورد ده جاب الارم. نيجي للالارم هنا. اه طبعا اي سي فيليار اللي احنا عرفناها. اه جات اها زي ما احنا عرفناها. بورد اربعتاشر زي نفس التعريف اللي احنا عرفناه. طيب نحاول نعمل نقفل كده البورد. اه هعمل لوب انا دلوقت هعمل لوب. ونشوف الالارم ده هيكليار ولا لا. وطبعا فيه الارمات كتير على البورد ده. عشان البورد ده عليها وانا بشغال من البيت يعني. فاحنا المفروض هنعمل لوب على بورد خمستاشر في ونشوف كاليار ولا ايه. سواني كده. انا كده باش مهنسين عملت لوب يعني قفلت الدايرة على الارم. ومن المنتظر ان الاسي فيليار انا كبنجربها مع بعض يعني انا احنا شغالين صحف. فعلا كده كلمة الارم هنا. اللمبة الحمراء دي اطفت. زي ما انتم شايفين اغمقت يعني معنا كده انها لو عملنا هلاقيها اختفت خالص. طبعا مش موجود. نجرب كده تاني. انا هجرب كمان مرة افتح البورد. هشيل بس اللوب اللي انا عامله. ونشوف الالارم المفروض هيجي معانا تاني. انا كده كده فتحت اللوب. المفروض الالارم يزهر معايا. زي ما حضراتكم شايفين. لو قفلت تاني. نقفل كده تاني. المفروض كده الالارم يكلير معايا. pretmenne حلقة النهاردة تعجبكوا. بوفكركم تاني ان في تطبيق اه اه بيلهم الفيديوهات دي بطريقة منظمة وانا بعمل له update كل عشر فيديوهات. اه اه وزود فيه معلومات عن كل الارب. هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. لو حابين تنزلوا التطبيق. ولو في اي مقترحات ممكن تكتبوها لي اسفل الفيديو. الهدف ان الناس تستفاد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.